ما زالت ردود الفعل تجاه ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية تتوالى تباعا وفي جديدها السلطة المحلية في محافظة تعز وبالشراكة مع هيئة مستشفى التورا تعقد مؤتمر صحفيا للرد على ما ورد في التقرير من إشارة إلى أن المستشفى أصبح ثقنة عسكرية للمقاومات الشعبية معتبرة هذه الإشارة نوعا من التحريض ومبررا لاستهدافه المتواصل من قبل الميليشيا إن للأمانة هذا حالة خطيرة وخطيرة جدا أن يتم التحريض على المستشفى أن يقصف مرة أخرى قصف المستشفى بأكثر من مرة وتم قتل أطباء ولكن تأتي منظمة العفو الدولية لتحرض أن المستشفى هذا ثقنة عسكرية يعني بكل صدق بكل صراحة أن يتم استهداف المستشفى المؤتمر الصحفي تطرق أيضا لعرض الأوضاع المزرية التي يعيشها مستشفى الثورة كونه الوحيد في المدينة الذي يقدم خدماته الطبية المجانية للمواطنين وما تعرض له من قصف واستهداف على مدى الشهور الماضية أدى إلى استشهاد بعض كوادره الطبية وضع القطاع الصحي داخل المدينة المحاصرة منذ ما يقرب من عامين ينتقل من كارثة إلى أخرى المؤسسات الصحية تعرضت إلى القصف والاستهداف المباشر الأطقم الطبية أيضا استهدفت هناك شهداء من الوسط الطبي مستشفى الثورة هو جانب من المعاناة التي تعيشها تعز وشاهد حصري على ما ترتكبه الميليشيا من جرائم حرب بحق الإنسانية في المحافظة المحاصرة اشتركوا في القناة